موسيقى موسيقى معكم ايه؟ كل شيئون طيبين ورمضان كريم طبعا شكلي نايم جدا دلوقتي وده لأن انا بصور في الصيام فأنا مش عارف عمليه صارها بس يعني اعتبروا ان انتو شايفيني عادي شايفيني وش عادي تحاولوش تبصوا على شكلي نايم ده المهم ان فيديو النهاردة هنتكلم عن الكاميرا الجديدة الأفضل لصناع المحتوى وهي ال R50 طبعا انا عارف ان ده مش المحتوى اللي احنا متعودين نعمله ودايما بيجي لي سؤال ايه افضل كاميرا اشتريها لصناعة المحتوى او لعمل فيديوهات على يوتيوب او على اي منصة دلوقتي بعمل كتير دلوقتي زمان كانت دايما ايجابتي على هذا السؤال هي الكاميرا اللي احنا مش واخدانها معنا في الكارول وهي اصلا السبب زمان كانت دايما ايجابتي على هذا السؤال هي ال Canon M50 دي المارك 2 منها ال M50 انا عملت عنها فيديو من اربع سنين وفعلا دلوقتيها كانت افضل كاميرا ممكن تجيبها لصناعة المحتوى وتناسب اي حد عايز يبتدي واي حد كان الريدي شغال وعايز كاميرا سنوية هستيبلكوا الفيديو بتاعها في ال i-lephone ولكن دلوقتي احنا عندنا التحديث والتطوير وال next generation من الكاميرا الموجهة لصناعة المحتوى ولكن من عيلة ال R وهي ال R50 كانوا نعملين تقدير كبير جدا لكل شخصة هينضم لعائلة ال R ومسمينها generation R يعني انا بيتشرف ان انا من ضمن هذه العائلة وان شاء الله هتلاقوا بقى تخطيات كتير جدا للكاميرات الميروريس ال R من كانون هنا على القناة وال R50 هي يعني اول وارخص كاميرا ممكن تنضم بها لهذا generation generation R دي هتبقى الكاميرا اللي في اللاين اوب بتاع ال R اللي موجهة لصناع المحتوى وللمبتدئين في عالم التصوير الكاميرا صغيرة جدا وخفيفة جدا في الوزن تنبهر بيه اول ما تمسكها بصراحة اللي هو لما تفك اللينس وتبص على الماونت يعني تحس ان الماونت ال R ده وكلها وده لما تقارنها يعني يجنب اخواتها الكبار زي ال R5 يعني الماونت حجمه مناسب لحجم الكاميرا لكن هنا الكاميرا كلها عبارة عن ماونت اصلا بس الماونت ده هو الميزة الاساسية في ال R50 لان الماونت ده هو المستقبل وهو المستخدم في الكاميرات الميروليس الافضل من كانون او اعلى الفئات زي ال R5 اللي معنا دي وده عكس ال كانون M50 القديمة اللي بالماونت ال M الماونت ال M ده كان بيركب عليه عدسات M بس عدسات بماونت M بس فانت لو عايز تركب على ال M50 عدسة قوية كنت بتجيب ادابتور عشان تركب عدسات EF قوية ولكن مع ال R50 الكلام ده بقى مش هيحصل خلاص دي عدسة مثلا ال RF ال 1535 وده ال R50 الصغيرة ممكن تركبها عليها تركب عدسة قوية جدا على هذا البادي من غير ايه طبعا انت ما تشتري الكاميرا هيبقى عليها كيت لينس الكيت لينس دي هي RF برضو ولكن اسمها RFS العدسات ال RFS هي المصممة للكروب سنسور بتبع عدسات رخيصة وصغيرة في الحجم وبتديك كمان ابعاد زوم كويسة جدا وطبعا فيه البرائمز الصغيرة زي دي دي ال Nifty 50 50mm F1.8 ولكن بها الماونت ال R وزي ما قلتك لما تعوس تطور نفسك هتركب بقى العدسات القوية جدا زي هذه ال RF ال F2.8 ال 1535 اللي فيها Stabilization وهتركب على هذا البادي عادي جدا زي ما انت شايفين وخلاص بقى انت تطورت وعايزت تنتقل من ال R50 وتعمل upgrade تفضل محافظة على عدساتك عادي جدا وتغير بالبادي الجديد اللي هتشتريه ان كان هو ايه بقى في المستقبل R5 Mark 2 مثلا ولا حاجة وعدساتك اللي استثمرت فيها فلوسك هتفضل تركب على الكاميرا الجديدة اللي هتشتريها هي دي بقى الميزة هي دي احلى ميزة بفكرة ان احنا انتقلنا من في الكاميرا اللي موجهة لصنع المحتوي واندقلنا من ماونت M لماونت الر لان مع ال M50 انت كنت لو استثمرت في عدسات ال M وفضلت تعايش مع هزا السيستم اما تيجي تطور لبادي تاني هتبقى عدساتك دي خلاص محتش ليها بلازمة ولكن هنا استثمرك هيفضل في امان مع ال R50 كل عدسات تفضل تركب على اي بادي بس في مشكلة بقى صغيرة ان طبعا البادي ده صغير جدا جدا فانت لما بتبقى حطت اي عدسة RF من الجدد العدسات الفئة العالية يعني بتبقى الجرب صغيرة شوية في المسكة وانت مش عارف تمسكها والبالنس بتاع الوزن ضعيف شوية طبعا العدسات الصغيرة مش هتحس بمشكلة ولكن لما تركب عدسة كبيرة هتبتتحس بهذا الموضوع بالنسبة للتحكمات البادي عليه ويل للتحكم في الشوتر وجنبها زرار الريكورد والمود دايل اللي بتغير منه اوضاع التصوير وفي الظهر بقى عندك كل زرارة التقليدية وكل حاجة ملمسها متين جدا يعني مش معنى انها كاميرا من اقل فقى انها بخامات ضعيفة لا بخامات متين جدا وعندك كمان فتحة يو اس بي سي للشحن ولنقل الداتا وممكن توصلها باللابتوب بتاعك وتطلع منها لايف ستريم مباشرة من خلال كانون ايب وعندك كمان هنا مايكرو اتش دي ام اي وعن ناحية تانية في فتحة لمايك واهم حاجة طبعا في هذا البادي هي الشاشة الوليد اللي بريزيليوشن عالي جدا اللي بتفتحها وتقلبها وتشوف نفسك وانت بتصور ودي من الحاجات الاساسية جدا لازم تكونها في اي كاميرا موجهة لصنع المحتوى لان انت وانت بتصور انت لازم تفريم الشوت لازم تبقى شايف نفسك بشية اخرى ممكن نقولها في التصنيع غير ان انت عندك هنا كمان اي بي اف بتبص عليه وتشوف شاشة برضو اوليد فهتقدر تبص عليه بالنهار وانت بتصور فيديو وتبقى شايف كويس لو انت مش شايف الشاشة وكمان في الجزء العلوي دي هتلاقي فلاش زي الام ففتي ولكن الجديد ان الهوتشو مونت بقى فيه كوننكتورز فممكن تركب اكسسوارات من كانون وتديك فانكشنز زيادة زي مايك ماسك يمكن اكثر حاجة ازعجيتني شوية في التصميم هي مكانة درج بتاع البطارية لانه قريب قوي من المصمار بتاع تعليق الترايبود فهو ممكن يعوق الباب ده من انه يفتح فلو انت مثبت الكاميرا على ترايبود ساعات مش هتعرفت غير البطارية بتاعتك طبعا اهم حاجة في الكاميرا دي والشيء اللي في قلب الحدث هو السنسور الكروب سنسور الـ 24 ميجابيكسل ده سيموس سنسور غير خالص اللي مستخدم في كاميرات كانون الكروب القديمة بيطلع لك صور حقيقة ممتازة شعربي جدا والنويز قليل جدا لما بتعلي وده حصل يمكن اكتر من السنسور عشان المعالج الديجيك اكس اضافت اساليب لمعالجة الصور في وضع الاوتو ووضع الاوتو فاعلين بقى بيستخدم الزكاء الصناعي وعنده يعني تعرف على المشهد يقولك انت بتصور دلوقتي بني ادم انت بتصور شمس انت بتصور طبيعا انت بتصور زرعة وفي وضع اسمه الادفانسد بيعمل بفريم بلندنج بحيث يدمج صورة منورة مع صورة مضلمة عشان يديك وتقدر تحط فلاتر على الصور مباشرة وانت بتصور كأنك بتصور موبايل حرفيا وهي الكاميرا كلها اصلا يعني اصغر من موبايلات كتير وطبعا تركب عدسات وتصور بكواليتي صور عالية جدا وبتصور لا مش كده وبتصور خمستاشر صورة في الثانية طيب احنا النهاردة مش جايين نتكلم عن الصور برضو احنا جايين نتكلم عن الفيديوهات وصناعة المحتوي وهي دي الميزة الاساسية والشيء الاساسي اللي عشانه بجد تشتريها زي الكاميرا وهي الفيديو فخلينا يلا نحط الكاميرا دي بدل اللي بتصورني وراكب عليها دلوقتي العدسة الRF 2470 الF 2.8 ونتكلم عن قدرات تصوير الفيديو طيب احنا دلوقتي بنصور بالR50 اكتر حاجة مبهرة في السيستم بتاع الكاميرا دي هي انها بتصور بريزوليوشن عالية 4K وكمان فيها Auto Focus النظام Auto Focus هنا رهيب زي ما انتشافين قادر يتتبع عيني من على البعد ده وبيقدر يتعرف على اي حاجة على اشخاص على سيارات على حيوانات ووتوماتيكلي بيقدبت على ده يعني لو شاف حيواني يو القطو لو شاف انسان يو القطو لو شاف عربية يو القطو ولكن عشان نستفيد بده اكتر في الفيديو كسناعة محتوى كانوا نعمليه مود للبرودكت رفيوز المود ده بتختاره من اعدادات الفيديو وهو بيشتغل بحيث ان انت لما تقرب برودكت ليه العدسة يلقط عليها فوكس زي حالاتي دلوقتي كده انا لو عايز اوريك منتج همسك المنتج وعمل كده وفي العادي بقى في الظروف العادية تعمل ايه تحط ايدك وراء المنتج كده عشان يفوكس عليه لكن من الوضع ده انت هترايح نفسك بالقصة دي انت مجرد ما قربت كده هيفوكس عليه بعدت كده هيفوكس على وشي تاني قربت كده هيفوكس عليه بعدت كده هيفوكس على وشي تاني انت هترايح نفسك من القصة دي لانه بيقيس المسافة اللي بين العدسة وبين الشيء اللي المفروض يفوكس عليه بعدت الشيء ده هيرجع يفوكس على وشي والمدة كمان هيرياحك من اعداد تصوير انت زي ما انت شايفين مفيش اوبشن ان انا نختار الافستوب ولا الشوتر سبيد ولا الايس هو هو اوتوماتيك بيختار لك كل حاجة عايز تصور برودكت ريفيو النهاردة يلا افتح الكاميرا وصور وده على ريزيليوشن 4K من غير كروب وخد التقييلة بقى مفيش لمت لتصوير الفيديو لمدة 30 دقيقة تقدر تصور لغاية ساعة والكاميرا ما تفصلش الا لو البطارية فصلت ساعتها توقف الريكورد التلاتين دقيقة الليمت ده كان رخم جدا فدي حاجة هتفرق معك قوي كصانع محتوى موضوع الساعة ده مش ده بس المود اللي كانوا نعملينه عشان يقدموا لك مزايا قوية جدا بالسوفتوير لان الكاميرا مفهاش تثبيت بصري جوه السنسور او ما يعرف بنظام فكانوا نعملين لك نظام يديك تثبيت اليكتروني قوي جدا طبعا الصورة بيبقى فيها شوية اهتزازات وطبعا يفضل انت تستخدم عدسة من اللي مكتوب عليها IS لان ساعتها تديك تثبيت طبيعي وفي عندك مود ممكن تستخدمه بالنهار بيعمل دمج بين الهيلايتي والشادوز مود اسمه الـ لم تبسع على فل اتش دي فيديو ولكنه بيحاول يديك اعلى ديناميك رينج ممكن من الكاميرا عايز اقولك يا جماعة دي ايه الكاميرا دي مميزة جدا لصناعة المحتوى انت دلوقتي حاطتها قدامك وبتسجل تمام وكاذا ما تشايفين البتاراكت بتفصل فاحنا دلوقتي وصلناها بالحيطة بكابل USB C عادي جدا وتقدر تريكورد المدة ساعة بهذا المود على 4K فيديو اما تخشي جوه الاعدادات بتاع الكاميرا هتختار وضع المانوال اللي من خلاله طبعا تقدر تحكم بالكاميرا بالكامل بكل الـ الـ وعندك كل التحكمات تتش بالكامل وتقدر تصور على 4K فيديو اللي تشين شايفينه قدامكم دلوقتي هو تصوير فيديو 4K بدون كروب باوتو فوكس سيستم شغال بالكامل اقدر اصور لمدة ساعة والكاميرا ركبة على الحيطة من غير بطارية ودلوقتي كمان تقدر تشغل من جوه سيتنجز اعداد اسمه الـ اللي بيديك معلومات الوان لما تسجل على الوضعية دي فانت بتسجل بسيتنج اتش دي ار تقدر جوه المونتاج تحوله لـ وتلون بقى وتشد وتكذب زي ما انت عايز ومعاك معلومات الوان تن بيت فتلاقي الوان اللي وارك دي تقدر تشت تغير الوانها اصلا انا دلوقتي حاطت الوان وراها خضرة وبرتقاني انا ممكن اغير الوانها في المونتاج شوف كمية الكواليتي اللي بتطلع بيها من كاميرا صغيرة في الحكم ده وانا من نجة نظري ان نظام الوان بتاع كانون هو بيقدم لك احسن الوان مطبوخة جوه اي كاميرا ميرروليس في الفئة دي والوان سهل التعامل معاها يعني انت بعد ما تصور اه هتعمل تلوين في المونتاج ولكنه تلوين بسيط جدا تشوه كونتر الساتوريشن الموضوع انتهى وللتصوير السينماء البطيء جدا بقى عندك هنا وضع السلو موشن اللي بيصور على فول اتش دي لغاية مية وعشرين فريم في الثاني انت بتخيلني يا جماعة فول اتش دي مية وعشرين فريم في الثانية دي حاجة ما كناش بنشوفها في كاميرا تبقى الافة دولارات من ثلاثة اربعة ثانية والتكنولوجيا الجديدة بقى بتاع الفوكسينج زي ما كلمتو وبتاعت ناقل الداتا بتاعت البلوتوث ان الموبايلك دايما متوصل بالكاميرا اول ما تصور سورة هتلاقيها على موبايلك فكرة ان كم كنت تطلع ليفسترين بالكاميرا فكرة ان اليوز بي سي بتقدر توصل الكاميرا بالحيطة احنا دلوقتي في عصر مختلفة عصر تقدر تاخد معاها كاميرا رخيصة خفيفة بسيطة سهلة التحكم معمولة ومتهندسة كده للبلوجرز ولصناع المحتوى والبرودكت ريفيورز ومع كل ده ما بتضحيش بالكواليتي الفور كي ولا الاوتوفوكس سيستم الممتاز والالوان السهلة البسيطة من كانون ومرونة تستخدام العدسات الار اف والتطوير لها في المستقبل في حقيقة ده تطوير ممتاز جدا من الكانون الام 50 للشخص اللي لسه معاه ام 50 وعايز ينتقل لكاميرا جديدة انا هي دي الكاميرا اللي انصح بيه وللشخص المبتدئ خالص اللي لسه عايز يخش مجال صناعة المحتوى دي فعلا افضل كاميرا تخش بيها هذا المجال قولي كل اقراكم وافكركم في الكومنتات التحت اي رأيكم في الار 50 ده اكيد بعد ويتعملوا لايك الفيديو وعملوا سبسكراب للقناة شكرا جدا مشاهدها اشتركوا في القناة